بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله العالمين السنن العظيمة جدا جدا تضمن بها الجنة ما تفعله لو عرفت أن أخاً لك توفى أو توفاه الله سبحانه وتعالى وأنك ستشيع الجنازة غدا انظر إلى العارفين بالله أصحاب الألباء يفعلون ما أعرفت أن أنت تشيع الجنازة اصح صايم بعد أن تشيع الجنازة وانت صايم تصدق بصدقة أي صدقة حتى لو كانت صدقة بسيطة خمسة جنيه عشر جنيه إن استطعت أن تزور مريضا فافعل إن لم تستطع يكفي هذه الثلاثة شوف الحديث العظيم أصبح في يوم ما فقال من منكم من منكم شيع جنازة يوم قال سيد أوبكر السيدق قال يا أنا رسول الله قال من منكم أصبح صائما اليوم قال سيد أوبكر أنا رسول الله قال من من منكم من عزى مريضا اليوم قال يا رسول الله قال من منكم تصدق بصدقة قال ما اجتمعت هذه الأربع في مريء المسلم إلا أدخله الله الجنة اليوم ده يسمى يوم الصدق فانت لو نصحيت لو هرفت ان انت بكرة هتشايع جنازة اوعى تضيع الفرصة اوعى لان نحن غارقونا في الزنوب لو انت عمدت تلاتة من اربعة بازن لا تخش الجنة تلاتة اه تلاتة وهناك شواهد كثيرة جدا في السنة تؤيده ذلك من كان له سلاس جواري فأحسن إليهن وادبهن وزوجهن كنا له سترا وحجابا من النار وفي رواية اخرى كان معي في الجنة كهتين فالصحابي قال رسول الله له اثنان بعد كده ما ماشه الصحابة ناده قال لقد كنا لنا لو واحدة حتى الصحابي قال كنت اظن لو انني قلت له واحدة لقال نعم حديث اخر من قرأ ثلاث خصال من اجتماع فيهن في مسلم زواجه الله من الحر العين بكسرة يعني بكسرة وفتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء من ايه ما شاء قال من قرأ قلها الله احد عشر مرات دبر كل صلاة ومن عفى عن قاتله ومن قضى دينا غريما عن مسلم شوش سيدنا وقال ايه قال رسول الله ولا واحدة قال له هو لا واحدة مثل لو قرأت قوله الله عشر مرات بعد كل صلاة تفتح لك اباب الجنة الثمانية وتزوج بالحر عين بكسرة ان قلت الكلام ده كسيرا في الفضل العظيم لكسار من قوله الله احد ان قوله الله احد كل ما تقوله عشر مرات ربناء بالبناء قصر عظيم في الجنة مساحة وقدم مساحة جمهورية مصر العربية حوالي خمسة عشرين مرات او تلاتين مرات اللهم ده مش موضوعنا لكن انا ببرككم بدرب لكم مثل ازاي الراسة حسام دايما لما كان بيقول تلاتة او اتنين لو حد قال له واحدة بيقول له ماشي فالاربعة خصال دول لو انت عملتوا منهم التلاتة دول ما اسهل انك تتعملهم ضمنت الجنة مهما كنت عملت منزلوب اه مهما كنت عملت منزلوب رب الله سبحانه وتعالى يوفقك فيما بعد يعطيك العثمة والعثمة للانبيئة فقط لكن يلهمك التوبة ويحميك ويحطيك بسياج من الزنوب توفق لأعمال الخير وربنا يحميك من الشر وتضمن بها الجنة فعلى ذلك العارفون بالله فعنون ذلك فاوع ضعي الفرصة دي اوع لو انت عارف انك مكر هتشيع جنازة انه الصيام واسح صايم وتصدق بأي صدق اما انت جد عملت تلات حاجات صليت على جنازة وشيعتها وتاخد قراتين كل قرات زي جابها الأحد في الميزان يوم القيام وحت وحت واتصدقت بصدقة و صمت عملت توفر فيك تلات خصال من الاربعة اللي كانوا موجودين عن سيدنا بكر ضمنت اتجانة بإذن الله ضمنت اتجانة بإذن الله فكل يا ريت كل واحد سمعني دلوقتي اذا عرفت انك هتشيع جنازة بكرة اسحى صايم اسحى صايم وانضيعش الفرصة العظيمة دي دي فرصة عظيمة جدا جدا تضمن بها الجنة وتضمن بها حصن الخاتمة لو عملت التلاتة من اربعة دول يبقى انت خلاص ضمنت الجنة ولو ضمنت الجنة تضمن حصن الخاتمة وبإذن الله تكون من الاتجانة دي فما انضيعش الفرصة العظيمة دي فانضيعش فقه يا ريت انشروا هذا الفيديو واتنسوش اشتراك في قناة وتفعيل الجرس وانشروا هذا الفيديو لان كثير من الناس لا يلتفت الى هذا او يخفلوا عن هذا او لا يعلم هذا فالنشر هذا العمي في صواب عظيمة ان علم علما لأنه هو اجرم العمل به لو من القيامة لا ينقذ ذلك من الجرم شيئا ما تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك في قناة وتعاونوني بتشيفكم في الاشتراك في قناة وتساعدوني عن الشرس اقول قولي هذا استغفر الله اللي ولي